إضافتك لحيدر الملة شنو كان الفحوة من هذه الإصلافة؟ سياسي حيدر الملة وسياسي ناشط بالعملية السياسية وحال حال ضيوف الآخرين اللي جاءوا هنا شنو المغزى من المجيء للدشوش؟ شنو المغزى من المجيء على نصيف؟ يعني انت جبت عاليا نصيف طرحت عليها قضايا واتهمتها اتهامات وبما يخص العملية السياسية لكن جبت حيدر الملة جيت حتى تبرر له جيت حتى تعرض له تعرض لصوار فوتوشوك وهي هاي الفكرة نفس القضية والآخرين نستخدمها إذا عدوا عليهم ميش فكرة يعني أحمد البشير كانت بالصف حيدر الملة ومتعاطف جدا مع حيدر الملة متعاطف جدا مع حيدر الملة متعاطف معه لصدقه صراحة متعاطف معه لشجاعته يمكن ماكو سياسي هسه من السياسيين تجيبهم وتطلع له فيديو هو موجود به في كلاب أو في نادي في أي مكان هو عائلته ويقول لك إيه هذا آني أغلبهم راح ينكرون هيدر الملة بكل شجاعة على هذا موقفه بغض النظر على مواقف السياسي هذا الموقف أنا اعتبرته موقف رجولي صراحة حلو والصور الفوتوشوك إنه تلقي وهذه الصور الفوتوشوك انتشرت وشاءت الناس من صدقتها حلو إحنا كانت أدنى المفروض في ذلك الموسم فقرت سوها صفحة من الصفحات اسمه التقني من الإجن السلام طبعا فقرت الحقيقة إنه انطلع الإشاعة ونطلع الصورة الحقيقية على هذا الموضوع ونبين الحقيقة تدري الناس الجمهور مع الفيسبوك أو السوشال ميديا بصورة عامة يمشي وراء الروجة يصدقون بهوائي أشياء فوتوشوك أو هواي أشياء مزورة أو مفبركة فكان من المفترض أنه أدنى هيت فقرة ثابتة تكون سواء أي ضيف سواء بدون ضيف إذا لم يكن ضيف نحطها هذه الفقرة كانت مفترض أن تكون موجودة ببرنامج فهوش كان واحد من اللي موجودين بعدين استخدمناه هواي أيضاً